عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم النقدي للخدز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية بلغ حتى ظهر اليوم 340 ألف ربي أسرى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعت المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم النقدي إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي وتطبق شروط صرف الدعم النقدي على الأسر التي يقل مجموع دخول جميع أفرادها خلال عام 2018 عن 12 ألف دينار أو الفرد الذي يحمل دفتر عائلة وحده ويقل دخله السنوي عن 6000 دينار حيث تبلغ حصة الفرد في الأسرة 27 دينارا في حين تبلغ حصة الفرد من مستحقين معونة الوطنية 33 دينارا وسيستمر استقبال طلبات الدعم النقدي من أرباب الأسر العاملين وغير العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر